قالت وزارة الداخلية الفرنسية اليوم أن حدة أعمال الشغب في إنحاء فرنسا تراجعت الليلة الماضية في حين انتشر عشرات الآلاف من أفراد الشرطة في مدن بإنحاء البلاد بعد تشييع جثمان شاب أشعل مقتله برصاص الشرطة فتيلة طرابات في عموم فرنسا وكانت المنطقة الأكثر سخونة الليلة الماضية هي مارسيليا حيث أطلقت الشرطة الغاز المسيلة للدموع لتفريق مثيري الشغب أخذت اشتباكات مع شبان في محيط وسط المدينة حتى ساعة متأخرة من الليل أما في العاصمة باريس فكثفت الشرطة وجودها الأمني في شارع شنزليزية الشهير حيث ازدحم برجال الأمن الذين قاموا بعمليات تفتيش كما وقعت اشتباكات متفرقة وسط باريس وقالت شرطة المدينة أن ستة مباني حكومية تضررت وأصيب خمسة من رجال الشرطة في اشتباكات الليلة الماضية